نعى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم نائب مجلس الأمة السابق إسماعيل داشتي معتبرا الفقيد نموذجا للسياسي الرازين والبلماني المتحل لقيم التعاون والعطاء وأدب الحوار وقال الغانم في كلمة له في بداية جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء إن الفقيد كان أحد السياسيين الذين حظوا بثقة الشعب الكويتي لتمثيلهم في مجلس الأمة في الفصل التشريعي الرابع في العام 1975 مثمنا إسهاماته في تمثيل الأمة أكد قائد قوات الجو فضاء في الحرس الثوري الإيراني الجنرال أمير علي حاجي زادة قيام الحرس الثوري باختبار صاروخي ولكنه لم يشر إلى نوع الصاروخ الذي اختبر في يوم الأول من ديسمبر الحالي وفي مقابلة مع وكالة فارس وصف حاجي زادة الاختبار الصاروخي بالمهم وأشار إلى ردة فعل الولايات المتحدة حياله وقال هذا يبين مدى أهمية الموضوع بالنسبة لهم حيث ارتفعت أصواتهم أكد المبعوث الدولي لليمن مارتين جريفث أن قضية الحديد الصعبة للغاية وتمثل محور محادثات اليمن المنعقدة في السويد كشفا أن أعلان اتفاق وتفاصيل تبادل الأسرة الذي تم توقيعه سابقا سيتم خلال اليومين المقبلين وقال ردا على سؤال صحفي إنه لا يقدم ضمنات لأي طرف وإنها ليست من مهمته مشيرا إلى ضرورة بناء الثقة بين الأطراف المختلفة من أجل التوصل إلى نتائج رفضت حركة السترات الصفراء تقديمات الرئيس الفرنسي أمانيال ماكرون واعتبرت الخطاب الذي أدل به مساء الاثنين عن الإصلاح الاقتصادي غير مقنع وأكدت الحركة أنها ستواصل احتجاجاتها في العاصمة باريس ومدن أخرى حتى تلبية مطالبها والتي تضم قائمة بأربعين مطلبا تم إرسالها في وقت سابق إلى وسائل الإعلام المحلية وكان ماكرون أعلن رفع الحد الأدنى للأجور وخفض الضرائب على أصحاب المعاشات مقدما تنازلات بعد أسبيع من احتجاجات شابتها في الغالب أعمال عنف ومثلت تحديا لسلطته موسيقى